السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيلم اسمه زفير ستلاي بيكلم ان في اتنى محاميين من اسينا بيعملوا حرب على المتحف البريطاني عشان يستعيدوا الرخام بتاع البارسينون اللي بمتحف البريطاني اخذه من اليونان ويجاءوا يشوفوا الوسائق اللي بتأكد حقاية المتحف البريطاني فيستوقفهم الفيرست لاين او السطر الاولاني من الفقرة وبدأوا ان هم يشوفوا الترجمات المختلفة فبيتأكدوا ان دي كانت مسودة وان فيه تعمد للترجمة الخاطئة وان فيه تدليس واخفاء للحقائق الفيلم دوت كان دكتور احمد راشد هو اللي شرع علينا بيه اللي هنشوفه احساس نستعيد الهمة في عادة الاثار زي حجر رشيد وآلاف الاثار المصرية وطبعا السورية والعراقية واليمنية مسروقة من بلدنا فنحاول احنا نستعيدها من المتاحف الاوروبية والامريكية فيه كتاب اسفل فيديو بيتكلم عن حقوق حضارة لبناء حضارة من الاجداد الى الحفاء الفيلم مهم جدا ان انت تشوفوا وتفكر فيه ان ليه اصرنا بقى برا هل هو طبيعي ان حجر رشيد ما يبقاش في رشيد وان احنا نلاقيه في المتاحف البريطاني فيه جملة حلوة في الفيلم اسينة موت للشغب والريبة ممكن بدل اسينة دي نحط بلادنا بلادنا موت للشغب والريبة انها تعجوا بالفساد والفوضى لا يمكننا ان نسمح لكروز التاريخ التي لا تقدر بسمن هذه ان تقع بالايدي الخاطئة بوقت كذا اعتاد الاسينيون ان يكونوا قادرين على النظر الى الاكروبوليس الملازل الامن اعلى المدينة وعلموا ان هناك قوى مقدس تحميهم وتلهمهم ان يخدموا قضية اكبر من ميولهم الاساسية نحن ندين باساسيات ثقافتنا الاسينيين القدماء فتركاتهم هي تركتنا اليوم كما هي حتى بالنسبة لسكان اسينة الحاليين على رغم انه يبدو عليهم الاساء الى المدينة المقدسة بتغطياتها بالكتابة على الجدران وبالقمامة لا يجب ان تأخذ تلك التركة العزيزة من مؤسسة يمكنها ان تحملها الى الامان العمدة الاغريكية التي حملت هذه البناء ترمز على السبات الهكالي المطلوب لرفع العدالة الدولية ونحن نتكلم عن المسالات بتاعتنا اللي موجودة في مدين فرنسا وطالبا كل البلاد ومع ذلك فان شعب اليونان يتم تمييزهم اليوم على انهم ادنى طبقة باوروبا قد يكون ذلك متعمدا او قد يكون غير مقصود ولكن سواء هذا او ذلك فان تأثير مدمر مجرد اسم الرخام لعين يجعل تاريخ الرخام غامضا حتى يومنا هذا والترتيب العشوائي التي يتم عرض الرخام به يكون جهل القصة للتروى في الحجارة أنا كالجزيرة خروبي يا توريكا كرروا الامر بأصواتكم تأكدوا ان يكون مسير الرخام مؤكدا بينزلة معروضا حتى يمكن لطفالنا الوقوف امامه بهذا المسال الصعب المنال اللبت اشتركوا في القناة